المزيد ينضم إلينا من الجزائر الدكتور سليمان عراج عميد وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجماعة الجزائر. مرحبا بك. معنا دكتور سليمان. انقلاب جديد في منطقة الساحل الأفريقي بعد مالت شاد بوركي نافاس واليوم النيجر. برأيك في أي سياق يأتي هذا الانقلاب الجديد؟ وعلاقة النفوذ الأجنبي تحديدا في هذه المنطقة بحالة الاستقرار الآن في هذه المنطقة؟ مساء الخير. تحية طيبة فقط في البداية أود أن أشير إلى أني أسمعك بصعوبة. الصوت لا يصل جيدا. لكن ربما الشق الذي سمعته في سؤالك تتحدث عن يعني السياق الذي جاء فيه هذا الانقلاب على ما يبدو أن صراع النفوذ لا يزال هو المحرك الأساسي أو المتحكم الأساسي في الكثير من التفاصيل وهو من يلقي بذلاله ويؤثر على الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي للأسف ما يحدث في النيجر لا يمكن أن نقرأه بمعزل عن ما يحدث في المنطقة ككل انطلاقا من السودان إلى تشاد إلى بوركنافاسو النيجر ومالي فكل ما يحدث في هذه الدول يجعلنا نطرح جملة من الأسئلة التي تؤدي الإجابات عليها إلى فهم أن هناك محاولة أن هناك صراع طبعا صراع نفوذ وصراع مصالح لكن هناك من يستهدف المنطقة ويسعى إلى التأثير على استقرارها لتحقيق أهداف وغايات تحسب طبعا لصالح أطراف أجنبية خارج المنطقة وليس لصالح شعوب هذه المنطقة التي عانت وما تزال تعاني بسبب التدخلات الأجنبية في هذه الحالة دكتور سليمان هذا الصراع على النفوذ والمصالح على حساب شعوب المنطقة وإذا ما ركزنا على النيجر الآن هذه الدولة بكل التعقيدات التي فيها سواء من حركات إرهابية صراع نفوذ كما ذكرت فقر عدم استقرار كيف سينعكس على دول الجوار التي هي الآن حاليا بطبيعة الحال تعيش حالة عدم استقرار بطبيعة الحال ما حدث في النيجر سيكون له انعكاس مباشر على دول المنطقة وأنا قلت أنه لا يمكن أن نقرأ ما حدث في النيجر بعيدا عن ما يحدث الآن في السودان وحدث في بوركينفاسو وتشاد ومالي وكل منطقة الساحل على اعتبار أن من يتحكم ربما أو من يسعى إلى ومن يتحالف مع الجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة من يتحالف مع تجار المخدرات بالدرجة الأولى لأن تجارة المخدرات تعتبر الممول الأساسي لهذه المجموعات الإرهابية وهذه المجموعات الغير نظامية على اعتبار أنها تسعى إلى تقويض هل ستستفيد هذه الجماعات بكتوس مليمان هذه الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ويراد له أن يكون له تدعيات على الأزمة في ليبيا على مالي على منطقة الساحل ككل والهدف طبعا لا يجب أن ننسى أن هناك ارتدادات ستكون وتبعات هذه التبعات التي تسعى هذه القوى المسؤولة على إنتاج وإعادة إنتاج الإرهاب لكي تتسعى دائرة انتشار آثار هذه الفوضى التي يراد خلقها أو يراد من خلالها التأثير كما قلت على بنية المنطقة وعلى استقرارها والهدف طبعا هو التواجد في المنطقة وعلى اعتبار أن صراع النفوذ القائم اليوم بين القوى الغربية تسعى أغلبية هذه الدول إلى التحكم فيه من خلال زيادة نفوذها وأيضا زيادة التحكم أو التأثير على مستقبل الدول في المنطقة دكتور سليمان عراج عميدو كلية العلوم السياسية والعلاقة الدولية بجماعة الجزائر شكرا لك بجماعة الجزائر شكرا لك